اشتركوا في القناة القمر موجود في برج الدلو في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد نشعر الآن بحاجة ماسة للتغيير وخصوصا القمر موجود في الدلو الروتين هو أكبر عدو في هذه الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا منرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز مثل استيريو أو تلفزيون وتجربة طعام جديد أما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار أول زاوية رح تكون تربيع سلبية بين القمر وأورانوس رح تكون بعد الحلقة يعني تقريبا الساعة سبعة وثمان دقائق بتوقيت جرينيتش مساءا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة عشر أو تسعة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى النشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تتليث إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي رح تتشكل خلال هذا النهار هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة خمسة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فبنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر من أي مسعى منكون فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا في هاي الفترة بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا القمر بما أنه موجود في الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 17.04 رح يكون في تمام الساعة 22.33 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 36 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع 22 يوم وفي تمام الساعة 11.44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة بتكون 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19.04 مزاج منتحس القمر في الدلو حتى 17.04 مزاج منتحس حتى ساعات الظهر بعدين بصير سعيد أما بالنسبة لعطارد في الحمل حتى يوم 27.04 مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى 13.05 مزاج سعيد المريخ في الدلو حتى 13.05 مزاج منتحس أما بالنسبة للمشتري في الجدي حتى 14.05 مزاج منتحس زحل في الدلو حتى 11.05 مزاج منتحس أورانوس في الثور حتى 15.08 مزاج منتحس و بعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد نبتم في الحوت حتى 23.06 مزاج منتحس و بعدين ببدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى 25.04 مزاج منتحس و أصلنا إلى التوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعيا وبكون في عندكم اتصالات كثيرة اليوم مع الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور مناسبة الاجواء داعمة وبتناسبك وبناسبك العمل كمان ضمن مجموعة بتخوض مجالات عديدة ومتنوعة نظم جدول اعمالك تحسبا لضيق الوقت طبعا القمر موجود في بيتك 11 اما بالنسبة لبيت الاول فالامور بتكون تقريبا مستقرة خلال هذا اليوم يعني شوية الامور بتكون الطف احسن يعني حاول انك انت تنجز العمل المطلوبة منك خلال هذا النهار لانه خلال يومين الجايات القمر رح يصير موجود في الحوت وبيت متاعبك فرح تكون فترة صعبة عليك مدة يومين ونصف فحاول انك تنجز كل الاشياء الضرورية خلال هذا اليوم ايش عن حالك بطاقة عشان يكون عندك قدرة على انجز اعمالك اما بالنسبة لبيت الثاني اليوم يعني بكون فيه نوع من انواع الضغط المالي وضغط له علاقة بالمصريف او امور بتتعطل اشياء ممكن تفشل مالية او ممكن انه تكون موعود باشياء خلال هذا النهار تتأجل للايام القادمة اما بالنسبة لبيت الثالث البيت الثالث ايجابي يعني بكون فيه نوع من انواع القدرة على التواصل مع المجتمع صحيح انه مائل بكون للروتيني اغلب الوقت ولكن انه يعني يعتبر افضل من انه يكون فيه نوع من الضغط العصبي فعشان هيك اليوم اجمالا بكون جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات حث ابنائكو على الدراسة اللي اهتمام بامور اما يعني بتحتاج لعملية تشغيل المخ يعني عقلانية زي الكتابة او البحث او اشياء من هذا القبيل وفي منكو ممكن ينشط بالحركة اما بالنسبة لبيت الرابع فهو شوي بكون الوضع فيه ضاغط على مستوى البيت فعشان هيك التزامات كثيرة ممكن ترتيب ممكن تصليحات مشتريات اشياء من هذا القبيل ولكن انه برضو الحدية في الطباع مع داخل البيت موجودة ردات الفعل السريعة ممكن حساسية من تصرف احد الاشخاص من العائلة او قلق على صحة احد افراد العائلة اما بالنسبة لبيت الخامس فطبعا منزلة القمر الان بتضغط عليك شوي من ناحية عاطفية فبكون فيه ما عندك نوع من انواع الصبر او ما عندك حساسيتك بتكون مرتفعة كثير فعشان هيك ممكن يكون فيه ردات فعل سيئة اثناء التعامل مع الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس يعني البيت السادس شيئا ما اليوم ممكن تتراكم عندك بعض الاعمال الا اذا استعنت ببعض الاشخاص يساعدوك في هذا الموضوع وبدك تنتبه على وضعك الصحي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت السابع يعني البيت السابع شيئا ما بتدعمك على مستوى العلاقة علاقات الشراكة او مع الشريك ممكن يكون فيه نوع من انواع التقارب او نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الشريك ممكن الاتفاقية او توزيع المهام اما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن شوي بكون ضاغط عليك برضو على المستوى المالي فعشان هيك شوي الامور بتكون حادة فيه نوع من انواع المصاريف او التعطيل او العطال على المستوى المالي او ممكن انه انت تلجأ لبعض الاشخاص المطالبة بمساعدة معينة أو حتى طريقة حساباتك ممكن يكون فيها بعض الأقطاء أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع يعني شيئا ما إيجابي يعني بتكثر عندك الاتصالات الخارجية اليوم أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن لتفقدهم أو للإطمئنان عليهم أو لبحث موضوع العلاقة بالاستيراد بالتصدير بالدراسة أشياء من هذا القبيل اللي عندهم دراسة اليوم رح يبدعوا رح يكون فيه عندهم مجال يعني تقديم امتحانات أو دراسة منزلية بتكون جيدة اللي عنده امتحان برضو بيكون جيد عندكم اهتمامات علي جدا بأمور لها علاقة بالفلسفية أو بالدين أو بالمحاسبية أو بالأشياء اللي من هذا القبيل وفي منكم ممكن يعني ينشغل فكره بمعاملات أو أوراق لها علاقة بالمحاكم أو بأوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر يعني على مستوى بيت السمعة الأمور روتينية ما فيها أي شيء جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب يعني شيئا ما فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك إنجز الأشياء الضرورية حاول أنك أنت تهتم بصحتك شوي راقب وضعك الصحي راقب غذائك وتغذيتك وفي نفس اللحظة بدك تدير بالك ممكن اليوم تسمع خبر أو معلومة إلها علاقة بأحد المعارف يعني فيها شوى إشي بتعلق بالصحة برج الثور يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهم إنك ما تشوه سمعتك الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهم يكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببه بأخطاء لا تغتفر طبعا اللي بيبحث عن عمل أو اللي بيعمل الأشخاص اللي ما عندهم حجر أو اللي ممكن يعملوا مراسلات أو أشياء لها علاقة بالأعمال ممكن يستفيدوا خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول جيد يعني بدعمك بشيء جيد خلال هذا النهار رغم إنه في بعض الضغوطات ولكن إنه شيئا ما الأجواء جيدة وتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية تساعدك أو تدعمك للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى بيت المال فممكن اليوم تحصل على مال خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي اللي على عملهم مش متأثرين بالحجر وفي أشخاص ممكن يحصلوا بعض المبالغ اللي بتعودلهم أو ديون أو مساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد يعني سرعة بديهتك عالي اليوم تقدر تتواصل مع المجتمع أو مع محيطك بشكل جيد ردات فعلك مسيطر عليها عندك سرعة بديهة عالية تقدر اليوم إنك تدرس أو تبحث عن موضوع معين أو تناقش أو تجادل وممكن حث أبنائك على الدراسة يوم إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى بيت البيت شوي الأمور فيها نوع من أنواع الروتين فعشانك بتتعامل أنت بالمسؤوليات والمطلوب منك خلال هذا النهار ما عندك جهد للابتكار أو للتجديد أو لأشياء جديدة أنت ممكن تعملها فأنت روتيني طبيعي خلال هذا النهار ولقاءاتك حتى على مستوى البيت وإهتماماتك المنزلية نفس الشيء أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس في نوع من أنواع الضغط اليوم فحاول قدر الإمكان أنه ما تحتده ما تعصب ممكن يصير أي شيء يعني يعمل نوع من أنواع الحساسية في العلاقة ما بينك وبين الحبيب ممكن تسمع شيء أو تتحسس من تصرف معين حاول أنك تمسك أعصابك ما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت السادس الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من أعمالهم ما رح يتركوا شيء يتراكم عليهم عندك قدرة على عمل أشياء كثيرة بالنسبة للوضع الصحي شيئا ما اليوم يعني إيجابي عند البعض أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور عن مستوى الشراكي يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بدك تمسك حالك تمسك أعصابك ما فيه داعي تمفعل أو تعصب أثناء التعامل مع الشريك مع الحبيب يعني أو مع الشريك يعني بدك تكون متوازن حاول أنك تمسك حالك من الإنفعلات أو العصبية وردات الفعل السريعة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن جيد ممكن تحصل على بعض الدعم المالي اللي بيجي ممكن تحصل على بعض الدعم المالي اللي ممكن يجي من الأموال اللي ما بتعود لك يعني زي قرض أو دين أو مساعدة أو أشياء لها علاقة بالمستردات القانونية أو الدعم من لجان أو جمعيات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت 11 هو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى المعارف والأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف بيت المتاعب شوي في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك يحاول أنك تدير بالك على حالك مش هالضغط الكبير ولكن أنه برضو بدك تراقب غذائك وتغذيتك وراحتك وفي نفس اللحظة ما تترك للوسواس مجال أنه يسيطر عليك برج الجوزاء طبعا اليوم الوضع أفضل عندكم رح يكون يعني تقريبا ضوء القمر رح ينتشر على جميع مواريد الجوزاء عشان هيك اليوم بيكون فيه إما حلم أو أفكار لها علاقة بالسفر أو مواضيع لها علاقة أو أوراق أو مراسلات لسفر مستقبلي أو الاتصال اتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن اليوم توقع على عقد أو تروج لموهبة إلك أو لاهتمام أو مثلا مجال عملي أو دراسي بدك تكون جريء ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول أنك تبط طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة يعني الفترة هاي بتحملك انفراد جيد أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول يعني شوية الأمور فيه جيدة بتدعمك شخصيتك اليوم غير نفسيتك أحسن ممكن اليوم تنطلق بأكثر من اتجاه وتتحرك يعني فيه عندك حيوية عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني شوي بيأثر عليك من ناحية مادية فيه نوع من أنواع الضغوط ولكن مش هالضغوط الكبيرة يعني ممكن تتجاوزها في أي لحظة ممكن اليوم تحصل على بعض المساعدات أو الدعم واللي على رأس عملهم ممكن يحصلوا بعض الأموال من عمل إضافي أو أشياء من هذا القبيل أهم إشيء أنه قللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث ما زالت الأمور جيدة على مستوى الذاكرة على مستوى الفكر على مستوى النشاط الفكري قدرتكم على إيصال المعلومة النشاط الحيوية هاي كلها أنتم مدعومين فيها خلال هذا النهار في منكم ممكن يأما يشجع أبنائهم على الدراسة يأما هو يكون عنده بحث أو دراسة على موضوع معين يحاول أن ينجزوا أو يتمموا خلال الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من أنواع الضغط راح تكون بعد ساعات الظهر على مستوى البيت فممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو المزاجية أو التقلب في المزاج أو ممكن تصرف أحد أفراد العائلة يزعجك بحساسية يعني أنت تكون متحسس زيادة عن اللزوم من ردات الفعل في منك راح يهتم إما بصيانة أو ترتيب أو بعض الأشياء المنزلية ممكن اجتهادات لمشتريات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس جيد على مستوى العاطف اليوم فممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الحبيب وممكن تنشط إما باتصالات أو لقاءات أو أشياء من هذا القبيل مع الأحبال اطمئنان عليهم أو للتراقي أو لطلب مساعدة أما بالنسبة للبيت السادس يعني إجمالا الأجواء إيجابية بتكون خلال هذا النهار ولكن بتكون ديروا بالكم من تراكم العمل أنه العمل يكون كثير فيضغطكم حاول قدر الإمكان برضو أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فهو أفضل بكثير يعني بدعمك بشكل جيد عشان هيك الأمور جيدة وأنت مدعوم بطاقة كبيرة خلال هذا النهار ممكن هاي الأمور شوية هتخفف عليك وتساعدك وممكن يكون فيه نوع من أنواع التلاقي أما بالنسبة للبيت الثامن يعني البيت الثامن شوي ممكن يحملك أبواب أنت تطرقها خلال فترة اليوم على أساس أنه طلب مساعدي أو دعم معين أو نوع من أنواع الترويج لشيء معين فيه أشياء كثيرة ممكن تستغلها خلال هذا النهار على مستوى الأموال اللي ما بتعود لك يعني زي طلب الدين أو قرض أو مساعدي معينة أو دعم من لجان حكومي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني أنا بشوف الأمور على مستوى البيت العاشر يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك منقول لك أنه حاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف خلال هذا النهار بالعكس بدك تكون إيجابي وعندك قدرة على تحقيق أي غاية في منك وممكن اليوم ينشط على مستوى البيت 11 ينشط بالعلاقات والاتصالات مع الأصدقاء أو ممكن التواصل مع صديق للطلب المساعدة أو المعاونة فعشان هيك الأمور إيجابية وبتدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فبدك تدير بالك اليوم في ضغوط كبيرة موجودة على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك أنت تدير بالك على حالك من الأعمال المتراكمة أو من الإصابات أثناء العمل وبرضو بدك تهتم براحتك وصحتك وتغذيتك وإذا أنت بتأخذ مكملات غذائية أو أدوية لمرض مزمن بدك تنتبه أثناء أخذ الأدوية خوف النسيان أو خوف أنك أنت تخربط في كمية الدوافة تأخذ بزيادة أو بنقصة برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الثامن عشان هيك بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة لمكسب مالي من شراكة أو من تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحيح الانطباعات عنك كون واثق من نفسك من كفاتك وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ممكن تنشغل بملف إداري أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شوي يعني ممكن يكون فيه هيك بعض الضغط عليك من ناحية نفسية يعني لأنه شوي نفسيتك أو شخصيتك اليوم رح تكون متقلبة بين إيجابي وسلبي طيلة النهار وبغلب عليك نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فعشان هيك ممكن اليوم تحصل دعم معين أو تفوتر أمور معين أو تهتم بأمور إلها علاقة بالدفع أو باسترداد الأموال يعني يوم تقريبا بيحمل فطيات وأشياء إيجابية مالية في منكم ممكن يحصل على هدية أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم نشاطك الفكري شوي في نوع من أنواع العصبية فبدك تحاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك ماثور خلال هذا النهار يعني ممكن أنك أنت تعصب من أدفه الأسباب مشحون بطاقة سلبية فعشان هيك بدك تمسك حالك قدر الإمكان الأمور إجمالا يعني فيها نوع من أنواع المساعدات يعني ممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين أخ أو جار وممكن أنه أنت تتعاون مع ابن أو تحث أبنائك على الدراسة أو عمل شيء مفيد أما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع إجمالا فيه نوع من أنواع الضغوط هيك على مستوى البيت خصوصا بتصير من بعد ساعات الظهر ممكن تحتد أو تعصب من موقف معين أو ممكن يصير بعض الأعطال أو أشياء بدها اهتمامك أكثر أو ممكن القلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور جيدة على مستوى البيت الخامس يعني عاطفيا أنت الأمور منقدر نحكي شبه روتينية لا هي قوية كثير ولا هي ضعيفة كثير ولكن أنه بيغلب عليها نوع من أنواع الحساسية العالية يعني ممكن تتحسس من أي ردة فعل أو من أي موقف ممكن يتصرفوا معك الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فشايف البيت السادس جيد أنت بتقدر تنجز اليوم كثير من الأعمال المطلوبة منك في منك وممكن يجتهد في أمور عمل جديد أو ترويج لعمل جديد أو ممكن إنجاز ملفات كثير أو متطلبات كثيرة في العمل تكون ضرورية فهو يجتهد فيها بالنسبة للوضع الصحي إجمالا رح يكون جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع يعني البيت السابع شوي في نوع من أنواع الحدية في الطباع ما بينك وبين الشريك فعشان هيك مثل اللي قاعدين لبعض كل واحد بيستنى الثاني إيش بده يغلط حاولوا قدر الإمكان تطلعوا من هذا الجو على أساس أنه ما تظلها حياتكم مشحونة وتأثروا على حالكم سلبيا نفسيا ومعنويا أما بالنسبة لبيتك الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك التاسع يعني شوي بيكون فيه اهتمامات بسيطة في أشياء لها علاقة بالاتصالات الخارجية وفيه منكم ممكن يتواصل مع أشخاص أو يجي خبر من بعيد وفيه منكم اللي عنده امتحان أو دراسة اليوم يعني بيكون تقريبا نقدر نحكي يعني بحاجة للدراسة والاعتماد على دراسته ومجهوده ومش بحاجة للاعتماد على الحضوض وخصوصا طلاب الجامعات وفيه منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة إما بالسياسة أو بالبحث أو بأشياء إلها علاقة بالدين أما بالنسبة للبيت العاشر فعمستوى بيت السمع أنتم مسيطرين على الأمور بشكل جيد ما فيه أي شيء بخوف بالعكس الأمور جيدة ومدعومين أنتم بثقة عالية وممكن اليوم تنجزوا بعض الأعمال وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت العلاقات والأصدقاء يعني الاتصالات محصورة اليوم مش كثير عالية ولا قليلة يعني منقدر نحكي روتينية ولكن هي محصورة على أشخاص معينين على التواصل مع أشخاص معينين الاهتمام في أشخاص معينين فقط لا غير ممكن يتكون الاتصالات هاي بطلب معوني أو استشارة أو استفسر أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب جيد بالعكس يعني بتقدر اليوم تنجز الأعمال الضرورية عندك قدرة لمراقبة غذائك برضو ممكن تأخذ بعض المكملات أو العشاب أو الأشياء اللي لها علاقة بتنظيم الصحة أو لحفاظ على الوزن أو أشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يسمع خبر عن شخص من العزيزين عليه شوي يكون في وضع صحي سيء مرج الأسد طبعا بدي تركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي يعني هاي الفترة من أسوأ أيام الشهر تعتبر لأنه يعتبر القمر مقابلك مباشرة فهي ضعيفة جدا وبتضعف برج الأسد بشكل كبير لأنه بتسحب من طاقته وأكثرها تهديد للاستقرار حاذر من الفضائح خلال هذا اليوم أو أي تصرف ممكن أنه يسبب لك نوع من أنواع المشاكل أو ردات الفعل بتميل خلال هذا اليوم لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني شوي الأمور جيدة على المستوى النفسي يعني شيئا ما بضغطك أو بدعمك بالاتجاه لأنك تشحن حالك بطاقة قدر الإمكان نفسيتك شوي اليوم ممكن أنها تكون يعني فيها نوع من أنواع التقلب في المزاج ولكن على الأغلب راح تكون مرتاح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور على المستوى البيت الثاني فيها نوع من أنواع الضغط المالي بتفكر في أمور مالية أو التزامات أو فوترة أو دفعات أو ضيقة مالية في الفترة هاي فعشان هيك يحاول أنك أنت يعني تبحث عن سبيل أو تفكر في مجال لتخرج من هذا الموضوع أو ممكن تأجل الموضوع هذا اليومين لحديث ما يوصل للقمر للحوت بيكون في مجال للتفكير في هاي المسائل أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث يعني البيت الثالث شوي بدعمك بشكل إيجابي ممكن اليوم تنشط بالأفكار أو الدراسة أو التحليل أو حتى التسويق لشيء معين في منكم بنشط بالمراسلات أو بالحركة في أشخاص اليوم اللي عندهم امتحان أو دراسة أو خصوصا على المستوى الابتدائي والثانوي هذولا بيبدعوا يدموا امتحاناتهم بشكل جيد وممكن حث أبناكوا على الدراسة في منكم رح يتعاون مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي فيه نوع من أنواع الضغوط فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أن خلال هذا النهار يعني ما تتشنج على مستوى البيت وما تتحسس من التصرفات وما تخلي فيه مجال أساسا لأي شيء ممكن يسبب حدية أو إعدائية داخل المنزل حاول أنك أنت تمتص الغضب اللي عندك في منكم ممكن ينشغل بعطال أو تصليحات أو اهتمامات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى العاطفة ممكن تتواصل أو تتراسل مع حبيبك خلال هذا النهار ممكن هو يدعمك نفسيا شوي وممكن يحسن من مزاجك شوي حاول قدر الإمكان أنك تخلي دائما الاتصالات والدية بدون التحسس على أدفه الأسباب أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضغط عليك فعشان هيك اليوم أنت ما عندك قدرة على إنجاز الأعمال ممكن تتراكم عندك الأعمال أو ممكن تعملها بشكل روتيني وأنت أساسا من النوعية اللي بتكره الروتيني المستمر فعشان هيك ممكن يكون فيه روتين في العمل عندك ومنك هو بده يهتم بوضعه الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الثامن إجمالا فيه نوع من أنواع الضغط المالي فعشان هيك بتفكر في عملية الترتيب لأمور الفوترة أو الديون أو الالتزامات اللي عليك أو تسعى لمساعدات أو دعم من أشخاص أو من مؤسسات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات بدعمك بشكل إيجابي خلال هذا النهار فبكون عندك اتصالات خارجية أو دراسة أو بحث في موضوع معين في منك ممكن يهتم بلغة أو يهتم بأمور سياسية أو اقتصادية أو دينية أو حتى غيبيات وفي منك ممكن يهتم بأشياء لها علاقة بأوراق القانونية أو المحاكم أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فشوي بدك تدير بالك اليوم ما تحاول أنك تتصرف أي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك ما تتجارأ وما تغامر وما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة أما الأشخاص اللي على رأس عملهم فديروا بالكم من التأخير عن العمل أو أنك أنت تعمل مشاحني ما بينك وبين زميلك في العمل أو رئيسك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبيتك 11 بدعمك بشكل جيد على مستوى العلاقات والأصدقاء وممكن التواصل مع بعض الأصدقاء أو التراسل معهم وممكن يكون لك اهتمامات مميزة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تكون حذر يعني بدك تراقب تغذيتك بشكل جيد خلال هذا النهار لقذ أدويتك إذا أنت بتأخذ أدوي لأمراض مزمنة حاول أنك أنت يعني تأخذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك كثير لأنه الأوضاع شوي بتأثر عليك صحيا مرج العذراء رغم تراكم العمل أنتم قادرين على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاء وكموا خذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك جيدا تفادي لأي تقصير أو تأخير لا تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول شوي فيه نوع من أنواع التقلب اليوم في المزاج يعني فيه نوع من أنواع هيك بتلاقي إنه ما إلك نفس في شيء ما عندك رغبة في عمل أي شيء فيه نوع من أنواع الحدية بتيجي من وقت لآخر في طباعك فعشان هيك شوي تقلبات عندك طبعا وجود القمر في البيت السادس يعني بلشت مرحلة مقابلة القمر لا إلك فعشان هيك بضعفك في كثير أشياء أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف البيت الثاني جيد خلال هذا النهار ممكن يعني تهتم في أمور مالية أو الاهتمامات مالية أو ممكن فواتير أو التزامات أو أشياء من هذا القبيل في بعض كل قصوصا على رأس عملهم ممكن يحصلوا بعض المال إما عن طريق يعني سداد قيم إلهم من رواتب أو أشياء من هذا القبيل أو ممكن يكون بعض الإيجابيات من عمل إضافي أو أشياء من مشابهة لإلها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو ضاغط عليك في اليوم على مزاجياتك شوي فيها نوع من أنواع الحدية والعصبية في نوع من أنواع التقلب فعشان هيك بيغلب عليك في النقاشات الحدية والصرامة وتصلوا بالرأي وأشياء من هذا القبيل فحاول قدر الإمكان أنك أنت تخفف من هاي الحدية أو الطاقة السلبية اللي موجودة عندك على أساس أنه أنت ما تزيد الأمور بضغط أكبر اللي عنده امتحان أو عنده دراسة خصوصا المراحل الأساسية بده يكون مركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوظ نهائيا في نوع من أنواع التعامل رح يكون ما بينك وبين أخ أو جار ممكن أنه خلاف معين أو أشياء يعني بتحاول أنك أنت توصل معلومة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع جيد يعني مورك على مستوى البيت هادية تتعامل عن مستوى البيت بشكل جيد في نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أفراد العائلة فعشان هيك منقدر نحكي إنها جيدة في منكم ممكن يهتم في أمور إلها علاقة بصيانة أو مشتريات أو ترتيبات منزلية أو إلها علاقة بالعقارات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو على المستوى العاطفي شوي يعني في نوع من أنواع الحدية في الطباع فعشان هيك من قولك حاول أنك أنت يعني ما تقصر بالواجبات اتجاه الأحباء حاول تتواصل معاهم وفي نفس اللحظة ما تتحسس من أي موقف فثور وتعصب وتختلق المشاكل أو أنك تكبر مشكلة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك السابع يعني على مستوى الشراكي برضو في نوع من أنواع الحدية خلال هذا النهار فعشان هيك شوي بدك تحاول أنك أنت تعمل نوع من أنواع التوازن عشان ما تحتد ما بينك وبين الشريك يعني ما تحاول تفرض رأيك ولا تنتقد انتقادات لاذعة أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن يعني ممكن يساعدك في بعض الأمور اللي لها علاقة في الأموال اللي ما بتعود لك يعني زي نوع من أنواع الالتزامات أو أشياء لها علاقة بالفوترة الديون، القروض، الشؤون البنكية، تأمين، تعويض، أشياء من هذا القبيل ممكن تهتم فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع إجمالا يعني ضاغط عليك على مستوى الاتصالات الخارجية واتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يصلك خبر سيء خلال هذا النهار اللي عندهم امتحانات جامعية أو دراسة جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وبدهم يدرسوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوض نهائيا ممكن يغلب عليك اليوم نوع من أنواع الحركة على مستوى المؤسسات أو الشركات اللي إلها علاقة إما بالاستراد أو التصدير أو المؤسسات التعليمية وفي منكوا رح ينهمك بأوراق قانونية شوي بتكون صعبة أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر يعني بيت السمعة بتقدر تحافظ على سمعتك خلال هذا النهار عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال والأشغال اللي إلها علاقة بالمؤسسات وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم في منكوا بنجز أعمال بمساعدة صديق أو زميل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على مستوى الأصدقاء خلال هذا النهار فممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو نوع من أنواع سوء التفاهم ما بينك وبين صديق أو بينك وبين أحد المعارف إما أنه هو ما تجاوب معاك أو أنه حاول أنه يفرض رأيه عليك فأنت ممكن أنك تعصب أو تكتشف شيء تصرفه بأذيك فعشان هيك اليوم رح يكون لك نوع من أنواع المواجهة أو ممكن الحدية في أثناء تحدث معه أما بالنسبة لبيتك 12 بيتك 12 يعني آمن شوي بالنسبة لبيت المتاعب ولكن أنه بظل بيت متاعب في ظل ضغط هذا الموجود منقول لك بس أنه حاول أنك أنت تأخذ قسط كافي من الراحة وأنك أنت تنتبه لغذائك وأدويتك وما ترهق حالك زيادة خلال هذا النهار وممكن أنه يجيك خبر من أحد أو عن أحد الأشخاص أنه في أزمة صحية أو تعب أو مرض طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس عشان هيك بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني تتحسن الأجواء وترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش من أكثر أيام الشهر حظ أهم شيء أنك لا تقف متفرج إسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة طبعا جيد جدا لما يكون القمر في البيت الخامس فهو بيت الحظ بالنسبة لك فعشان هيك اليوم الأمور رح تكون مختلفة ورح تشعر في تغيير كبير خلال اليوم وبكرة فحاول قدر الإمكان أنك أنت تشحن حالك بطاقة كبيرة خلال يومين هدول وتنجز كل الأشياء المهمة اللي أنت بتحاول أنك تنجزها وكانت صعبة أما بالنسبة للبيت الأول فشخصيتك اليوم قوية جدا حاب تهتم في حالك في شخصيتك ممكن بلبسك بأشياء كثيرة معنوياتك عالية بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور شوي فيها نوع من أنواع الضغط المالي أو ممكن بعض الالتزامات أو أمور إلها علاقة بالفوترة فوتير أوراق معاملات كلها إلها علاقة بالأوضاع المالية فعشان هيك يبدأك تحتاط اليوم من قلة المصاريف أو تقلل من مصاريفك ما في داعي للصرف في أشياء ما إلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف اليوم عندك نشاط فكري عالي جدا تقدر تتواصل مع الجميع بشكل جيد ممكن اليوم توصل للرسالة اللي بدك إياها بطريقة مبسطة عندك نشاط فكري عالي سرعة بديها عالية رغبة في الدراسة أو البحث أو الاستفسار عن موضوع معين أو البحث في موضوع معين حتى أبناكوا على الدراسة أو حتى أنتم ممكن تدرسوا شيء أو تمرسوا هواية أو رياضة أو أشياء من هذا القبيل وفي نوع من أنواع التعاون مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من أنواع الضغوط على مستوى البيت ردات الفعل العصبية ممكن عطال أو اهتمامات منزلية نوع من أنواع صيانة أو الترتيب أو أشياء من هذا القبيل ولكن أنه برضو أنت بتكون مسيطر على الأمور بس أنه هي ضاغطة ممكن اهتمامات مشتريات أو بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو كما ذكرنا منتاز جدا وبدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس يعني بكون فيه صعوبة في إنجاز بعض الأعمال ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال اليوم لكن حاول أنه حتى لو بتعمل ساعات إضافية أنك أنت تنجزها منك وممكن شوي يحس ببعض الإطرابات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو قوي جدا بدعمك على مستوى الشراكي وبيقارب ما بينك وبين الحبيب بشكل جيد عشان هيك ممكن يكون فيه نوع من أنواع التلاقي أو الترابط العائلي وممكن يكون فيه مبادرة جديدة أو تقارب مميز أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على المستوى البيت الثامن شوي فيها نوع من أنواع الضغوط هي شبيهة للروتيني ولكن أنه برضو الأمور المالية والفوترة والمحاسبات والإحسابات والأشياء هاي كلها بتأرقاك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية واتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو اهتمام بالدراسة خصوصا المراحل الجامعية أو ببحث معين أو تحقيق غاية معينة ممكن تبحث في لغة أو في حضارة أو بثقافة أو ممكن حتى الأفلام أو الروايات اللي بتكون إلها أبعاد كبيرة بالسفر والمغامرة والأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيتك العاشر في بيت السمعة شوي بدك تحافظ على سمعتك خلال هذا النهار ما في داعي أنك أنت تتهور أو تندفع أو أنك تشوه سمعتك بأي شيء اللي عنده عمل أو عرأس عمله يحاول أنه ما يتأخر ويحاول أنه ما يجازف وما يخالف القوانين وما يدخل بمواجهات ما بينه بين زملاءه أو رؤساءه بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فهو جيد على مستوى العلاقات والاتصالات والأصدقاء فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين صديق أو ممكن صديق يبادر بمساعدتك بأمر كان صعب أنه يساعدك فيه في الفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف يعني بيت المتاعب يعني فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك برضو ما تهمل صحتك خلال هذا النهار حافظ على صحتك بشكل جيد راقب أغذيتك راقب تحركاتك الأجواء الإجمالية هاي اللي موجودة عليك اللي ممكن تشكل لك ضغط خلال هذا النهار وفي نفس اللحظة ممكن أنك تسمع شيء أو تهتم بمسألة اللي بتتعلق في أحد الأحبة أو المعارف إما صحية أو أشياء من هذا القبيل برج العقرب بتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية بتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهمش أنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات وممكن تهتم لأمر عقار ما اتجنب الإنفعال والتسرع والقاء اللوم على الآخرين مزاجك اليوم متقلب أو متجهم يعني فيه نوع من أنواع العصبية أم طبعا القمر في البيت الرابع أما بالنسبة للبيت الأول يعني هو اللي بضغط على المزاجك وبيجعله متقلب خلال هذا النهار وممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع التسرع أو العصبية أو الحدية في الطباعة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأمور المالية شوي ممكن يكون فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن اللي بيشتغلوا على رأس عملهم ممكن يحصلوا بعض الأموال اللي لها علاقة بالعمل الإضافي أو بعض الرواتب أو بعض المستحقات أو الاهتمام في بعض المشتريات والفوترة أهم شيء أنه ما تصرفوا في المكان الغير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث ففي حدية في طباعة كل يوم وعصبية لدرجة عالية جدا فعشان هيك يعني بتكونوا مسكين حالكم من من الانفجار مرة واحدة حاول قدر الإمكان أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية لتطلع من هاي الطاقة السلبية وفي منكم ممكن اليوم يهتم إما بموضوع معين أو بحث معين أو ممكن أنه يتواصل مع أخ أو جار أو يحث أبناءهم على الدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس فهو حاد جدا على مستوى العاطفة فعشان هيك ممكن اليوم تقلبات المزاج هاي يتسبب لك نوع من أنواع الحدية على مستوى العاطفة فدير بالك ما في داعي للمشاكل ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو تقريبا بنقدر نحكي احنا شبه روتيني ولكن أنه برضو بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك رغم أنه أنت يعني شوي اليوم ما عندك النفسية القوية أو الرغب الكثير في إنجاز الأعمال أما بالنسبة للبيت السابع بنحكي بيت السابع شوي على مستوى الشراك المالية والعاطفية في نوع برضو من الحدية في الطباع فعشان هيك ممكن يتسبب لك هذا بعض الخلافات مع الشريك أو الانتقادات أو سوء التفاهم ممكن يكون بسبب أن الشريك يكون مضغوط أو بسبب أنك أنت مضغوط كثير فتحدث فجوة أو مسافة ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن شوي بدعمك بشكل إيجابي في أمور فوترة أو محاسبات أو حسابات أو أشياء لها علاقة بالمدفوعات والمصاريف أو الالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن اليوم يصلك خبر من شخص خارج البلاد شوي صحته أو ممكن صار معه موقف معين تهتم فيه كثير وممكن برضو يكون إشي العلاقة بالدراسة أو بالامتحانات بزعجك واللي عنده دراسة أو امتحان بالمراسلة يحاول أنه قدر الإمكان يركز ما يعتمد على الحظوظ خلال هذا النهار يعني بده يتعب شوي في منكم ممكن يهتم بلغة أو في مجال العلاقة بالروايات أو البحث في مسائل شوي تكون صعبة ومعقدة مثل الروحانيات أو أمور فلسفية أو مردينية أما بالنسبة لبيت العاشر فهو جيد على مستوى الحفاظ على السمعة اللي على رأس عملهم اليوم يقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم وبمساعدة صديق أو زميل أو رئيسهم بالعمل ولكن بدهم ينتبهوا من الحدية اللي ممكن هم يبادروا فيها أو تنتج عنهم أنه ينفعلوا أو يعصفوا ويثيروا بعض المشاكل أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 يعني شوي فيه إيجابية ولكن أنا بدي أسميها روتينية بالتواصل مع بعض الأشخاص أو الأطراف ممكن تتواصل معهم بشكل روتيني لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك وعلى حسب برج الشخص اللي أنت بتتعامل معه أما بالنسبة لبيت المتاعب بيتك 12 شوي بيحميك في هذا النهار فعشان هيك يعني شوي الأمور بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن إحنا بنقول لك أنه برضو دير بالك على صحتك وحاول أنك ما تلقي اللوم على حد خلال هذا النهار وفي نفس اللحظة ما تدخل بمواجهات مع أي شخص حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان برج القوس طبعا القمر في البيت الثالث فعشان هيك اليوم بتنشطه بأمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق سفر أو معاملات أو أشياء من هذا القبيل والاتصالات واللقاءات يوم يعني بكون عندكم اليوم تعامل مع أخ أو جار تكثر تنقلات وزيارات وورشات العمل طبعا في ناس راح تيجي تقول لك أي زيارات ما إحنا في الكورونا مش مقصود الزيارات ممكن يعني زور أهلك تحت يكونوا في طابق تحتيك أو بوقيك أو أشياء تفقدية أو من هذا القبيل لحسن الحظ أنت بتتمتع اليوم بسرعة خاطر وتصرف ولكن سيطر على انفعالاتك منضطر لتقديم المساعدة لأحد الأخوة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول إيجابي برضو بدعمك اليوم شخصيتك أحسن من الأيام اللي مضت فعندك طاقة إيجابية عالية جدا اليوم أنت تقريبا بدنقول ملفت الانتباه وملفت للنظر باهتمامك حتى في حالك وفي أمور التجميل أو أمور العلاقة بالتزيين أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية هي اللي ضغطة أكثر إشي بالفترة هاي فعشان هيك شوي في عندك نوع من أنواع الارتباك أو الارباك بالوضع المالي أو الاهتمام بشؤون مالية إما فوترة أو دفعات أو التزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع فممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع لتصرف معين فيستفزك هذا التصرف فتحتد وتعصب ممكن يكون بعض الأعطال في المنزل أو أعمال كثيرة متراكمة فعشان هيك ممكن تتعبك أكثر حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تعصب كثير وإنجز أعمالك بهدوء لأنه برضو بتظل أعمال بدها تنجز تنجز فما في داعي للمشاكل حاول أنه برضو ما تحتد على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس يعني جيد بالتواصل أو الاتصالات مع الحبيب خلال هذا النهار وممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب بمسألة معينة أو الاهتمام فيه أو هو يهتم فيك أكثر طبعا برجع على حسب برج الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس يعني البيت السادس شوي فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك اليوم بيكون فيه صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو بيكون كثير عليك أعمال بتحاول أنك تنجزها فعشان هيك بقولك أنا ما تعصب يعني في الآخر إدك تنجزها وبدك تنجزها وفي نفس اللحظة حاول أنك تهتم بصحتك شوي أو ممكن أنك أنت تنشغل بوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع جيد يعني بدعمك في بعض المسائل فعشان هيك اليوم رح يكون فيه عندك كثير من الأشياء المميزة اللي تدعمك وتقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فبنرجع على أمور الأموال والقلق بين المال وخصوصا الأموال المشتركة فهي فيها حدية أكثر فعشان هيك إما بتنشغل في مور إلها علاقة بالديون أو الالتزامات أو طلب قرض معين أو مساعدة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل خارجية في منكم ممكن يحظى بمساعدة خارجية وفي منكم ممكن أن يكون عنده نشاط بأوراق إلها علاقة إما بالسفر أو بأوراق قانونية وفي منكم ممكن يهتم بالدراسة اللي عندهم دراسة جامعية أدولة ممكن يكون في عندهم يا إما خبر يا إما رغبة بدراسة وتقديم امتحانات بشكل ممتز أما بالنسبة للبيت العاشر فديروا بالكم على تشويه السمعة خلال هذا النهار ما في داعي للإنفعال والتهور يعني حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك يعني ما تتهور كثير وما تندفع وما تجازف وما تخالف القوانين حاول تحمي سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد عن مستوى الاتصالات أو التواصل مع أصدقاء أو معارف لطلب المساعدة أو لتقارب منهم أو الاطمئنان عليهم يعني في تواصل اجتماعي راقي جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 يعني بشوف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط على بيت المتاعب عشان هيك منقول لك دير بالك على صحتك خلال هذا النهار حاول أنك تأخذ نفس كبير وما ترهق حالك كثير شوف أغذيتك راقبها بشكل جيد يعني وسيطر على انفعالاتك أهم شيء أنك ما تخاطر وما تغامر وما تدخل لأماكن محتدة أو فيها مشبوهة أو مناطق أنت ما بتعرف فيها وممكن بعضكم يهتم بصحة قريب أو تصلوا معلومة عن شخص معين برج الجدي طبعا القمر في البيت الثاني فعشان هيك اليوم ثم فرصة لمكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية امتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة طبعا بالنسبة للبيت الأول يوم نفسيتك أحسن مرتاح أكثر في عندك يعني رغبة لإنجاز كثير من الأمور خلال هذا النهار يعني بتلاقي الأمور إيجابية وجيدة بشكل ممتاز أهم شيء أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستغل كل الفرص اللي تتاح لك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث يعني في شوية هيك تقلبات في المزاج عندك ولكن أنه برضو عندك قدرة على أنك أنت تناقش أو تحكي أو تتكلم أو تسمع صوتك ممكن اليوم تسعى في مسعى برضو له فائدة ممكن تستغله ممكن تهتمه اليوم في أمور الحلاقة بالاتصالات والمواصلات والأمور اللي الحلاقة بالسيارات أو بالتليفونات أو أشياء الحلاقة في بحث أو سيرتش عن موضوع معين في منكو ممكن يحث أبناهم على الدراسة أو يهتموا هم بدراسة معينة اللي طبعا بدرسوا على لسه أعمالهم أو دراستهم موجودة يعني من خلال مراسلة أو من خلال البيت زي عنا مثلا خصوصا المراحل اللي هي الابتدائية والثانوية هدولا يعني بيدموا امتحنات بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع يعني على مستوى البيت الأمور هادية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالعكس عندكو نشاط اليوم تنجزوا بعض الأعمال البيتية أو تهتموا في أمور بيتية يعني الأوضاع إجمالا بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس يعني شوي على المستوى العاطفي متقلبة لحظة متأجج العواطف عندك لحظة فيش عواطف لحظة تختلق المشاكل لحظة بتتحسس لحظة بترجع لطبيعتك لحظة بتتذكر مواقف يعني فيه أشياء كثيرة اليوم على المستوى العاطفي متقلبة فعشان هيك يبدأك تدير بالك على أساس أنك ما تعمل شرخ أو فجوي ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس شوي بقولك بدك تدير بالك عمالك ما تحاول أنك تراكم الأعمال عليك أو أنك تضغط حالك كثير خلال هذا النهار يعني إنجز اللي أنت بتقدر عليه من الأعمال وحاول أنك أنت تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني شوي على مستوى الشراك الأمور جيدة فيه ممكن اليوم تتباحث أنت والشريك شريك المال أو العاطفي مسائل معينة فيه منك وممكن يعني شوي يستفيد من أمور ما كان يتوقع أنه ممكن أنه يستفيد منها إذا تناقش بعقلانية ما بينه وبين الشريك أما بالنسبة لبيتك الثامن بيتك الثامن شوي يعني شوي ممكن هيك يعطي نوع من أنواع الضغوط على المستوى المالي ولكن إنه إجمالا اليوم ممكن أنك تسعى في مسألة تحصيل بعض الأموال أو الدعم أو المساعدة من أشخاص أو اتصالات للحصول على هذا الدعم يوم إيجابي بقوة ولكن برضو بدك تحاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني إجمالا بدعمك على مستوى الدراسة وعلى مستوى برضو لأي شيء بتعلق بالسفر أو أوراق سفر أو أشياء لها علاقة باتصالات بأشخاص خارج البلاد والاهتمام فيهم أو التواصل معهم في منكم ممكن يهتم بأشياء بحثية أو أشياء اهتمامات مثل الدين أو الغيبيات أو الأمور الفلسفية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا نقول لك دير بالك يعني إنه شوي إنك تخالف القوانين أو تورط حالك بأشياء مشبوهة حاول إنك تحافظ على سمعتك بشكل جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات والأصدقاء رغم إنه ممكن تذائق من بعض الأصدقاء أو فضولهم أو تدخلهم أو فرض رأيهم أو محاولتهم للتحكم فيك هذا شوي ممكن يزعجك فعشان هيك اليوم ممكن تقلل اتصالاتك على أشخاص معينين أو ممكن إنه شخص بس تتعاون إنتويا تتناقش إنتويا تستشيره في مسألة معينة أو حلول لمسألة معينة ويشور عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو آمن خلال هذا النهار ما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي ولكن أهم شيء إنك تحافظ على صحتك وبرضو تحاول إنك تأخذ أدويتك خصوصا إذا كنت شخص بتأخذ أدوية لمرض مزمن زي الضغط أو السكري بدك تحافظ على أدويتك وتأخذها بمواقيتها وموعيدها وبرضو في نفس اللحظة ممكن اليوم يصلك خبر شوي يكون مزعج هيك يعني بيتعلق في أحد الأشخاص اللي أنت بتعرفهم أو اللي بيعزوا عليك برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت الأول عندك فعشان هيك اليوم أنت عندكم نشاط وحيوية وقدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات بتسلط عليك الأضواء وعلى قدرتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجال جديد أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية شوي بتشكل عندك نوع من أنواع العائق فعشان هيك ممكن تهتم في مسائل مالية أو فواتير أو التزامات أو ممكن بعضكم يحصل على أموال إلها علاقة بالعمل الإضافي ممكن ولكن مش كل الدلو يعني جزء من الدلو رح يكون عنده هذا المسألة ولكن أهم شيء تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنتوا مش حنين طاقة اليوم عندكم قدرة على التناقش أو أنكم تناقشوا مسألة معينة التفاوض يعني الجواب بيكون جاهز دائما على الردود عندكم يعني في عندكم أمور اليوم ممتازة ممكن يكون لكم تعاون مع أخ أو جار وفي منكم ممكن يحث أبناءه على الدراسة أو هو يكون عنده نوع من أنواع البحوث أو النشاط ممكن نشاط بدني زي الرياضة مثلا أو نشاط في التحرك على أكثر من مسعى مع اتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك يحاولوا تمسكوا عصابكم أثناء التواجد في البيت أو العمل في البيت ممكن يتراكم العمل عندكم أو يكون العمل الزيادة ممكن يصير بعض الأعطال اللي بتطلب منكم نوع من أنواع الاهتمام أو بعض النقاشات اللي ممكن أنها تكون فيها نوع من أنواع الحدية والعصبية أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس إجمالا رح يكون أهدى من الأيام الماضية فممكن يصير تواصل ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار أو نوع من أنواع التلاطف أو ممكن أنه يبادر في مساعدتك أو سؤالك في مسألة معينة ويكون الأمر إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي يعني الأمور يعني بنقدر نحكي أنها مش إيجابية كثير ومش سلبية كثير فمنحطها تحت وطئة الروتين أكثر إشي فعشان هيك يحاولوا أنك تتعاملوا بشكل روتيني بدون عصبية وبدون حدية وبدون تهور أما بالنسبة للبيت السادس فإحنا ذكرنا السابع قبله حاولوا قدر الإمكان أنه أنتوا تنجزوا الأعمال الضرورية المطلوبة منكم ممكن يتراكم عند بعضكم العمل وممكن يكون مقلق الوضع العملي في خلال الفترة هاي فيه نوع من أنواع الضغوط على المجال العمل عشان هيك بتطلب منكم نوع من أنواع الصبر أو نوع من أنواع الحكمة في إدارة شؤونه وفيه منكم ممكن يكون عنده تعب صحي أو قلق صحي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف البيت الثامن برضو الأمور المالية المشتركة يعني فارغة تماما من أي إيجابية أو سلبية عشان هيك بتتعامل في الأمور هاي بشكل روتيني اللي هي الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات الخارجية واتصالات مع أشخاص خارج البلاد ممكن يدعم من موقفك أو من علاقاتك فيه أشخاص راح تهتم بأوراق لها علاقة بالسفر أو معاملات أو أشياء لها علاقة باتصالات مستقبلية لسفر أو ترحال أو تنقل وفيه منك راح يهتم بأمور لها علاقة إما بالتلفزيون أو فيه أمور لها علاقة بالاتصالات أما بالنسبة للوضع الدراسي فالأشخاص اللي عندهم دراسة جامعية اليوم بيبدعوا إما بالدراسة أو بالامتحانات خصوصا على اللي هي اللي بالمراسلة وفيه منك راح يهتم بأوراق قانونية أما بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة فمنقول لك أنه ندير بالك خلال فترة هاي ما تحاول أنك تعمل أي شيء يشوه السمعة بالعكس حاول أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وإنجز الأعمال المطلوبة منك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم علاقاتك واتصالاتك مع أشخاص معينين ممكن أنهم يساعدوك في مسألة معينة أو تتشاور أنت وياهم لحل مشكلة معينة يعني فيه إيجابيات موجودة على هذا المستوى ممكن أنت اليوم بمساعدة صديق أو استشارته في مسألة يشور عليك بأمر يكون إيجابي وجيد بالنسبة لأيلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تحذر من ما زالت الأمور لسه أنت مش مشحون بشكل كامل بالطاقة عشان هيك ممكن أن تحص ببعض التواعقات أو ممكن يكون فيه عندك نوع من أنواع التردد أهم شيء إذا فيه عندك أدوية بدك تلتزم فيها وإذا عندك وعكة صحية بدك تهتم في صحتك وما تنسى أنك أنت تراجع الطبيب برج الحوت يعني بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلمة الأولويات الضرورية للعمل الضروري وإخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ أي شيء مهم وضروري في الفترة هاي وممكن تتخلص من عاداتك القديمة وممكن تنشغل أو تشغل حالك فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بحذر مواريد الحوت من كل اللي احنا ذكرناه لأنه الوضع رح يكون صعب عليهم خلال هذا النهار يعني بكرة الأمور بتتغير انتقال القمر اللي عندكم بشحنكم بطاقة أكبر أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه بيت المتاعب ضاغط بشكل كبير فمعناته البيت الأول نفس الشيء بيكون فيه تقلب في المزاج خلال هذا النهار بأكثر من درجة من نوع من الحدية نوع من عدم الفهم شو اللي بصير بدك ترتاح من نوع من الملل أشياء كلها هاي بتتدخل وبتتطرب مع بعض فعشان هيك حاول انك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني جيد خلال هذا النهار يعني ممكن شوي يعني الأمور المالية صير لك اهتمامات فيها أو نوع من أنواع الاهتمامات في مشتريات أو مستحقات أو فوترة أو أشياء من هذا القبيل والأشخاص اللي على رأس عملهم أو اللي بيقدروا يطلعوا على عملهم اليوم ممكن يستفيدوا بعض المال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث يعني البيت الثالث فيه نوع من أنواع الضغط والعصبية والحدية في الطباعة بتكون موجودة ومسيطرة عليكم خلال هذا النهار فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان انك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما فيه داعي للعصبية ولا للتهور ولا المغامرات فيه منكم ممكن يحث أولاده على الدراسة أو اهتمامهم بالدراسة أو يساعدهم في هذا الموضوع وفيه منكم ممكن يهتم بمسائل لها علاقة بالاتصالات أو التفريغ ضغط الداخلي بتوصيل معلومة لبعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع يعني شوي برضو ضغط على مستوى البيت عشان هيك حاول قدر الإمكان انك انت تنجز الأعمال الضرورية في المنزل فيه منكم رح يكون فيه عنده أعطاء المنزلية رح يهتم في بعض الصيانة أو التصليح أو الترتيبات وفيه منكم رح يهتم بمسائل عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس يعني فيه شوية حدية موجودة فيه ولكن أنا بقدر أسميه بيت روتيني خلال هذا النهار على المستوى العاطفي صحيح أنه فيه أشياء ممكن تكون تسبب لك نوع من أنواع الزعل أو تأخذ على بالك أنه الحبيب يعني مشاعر بهالأمور أو مشاعر فيك ولكن أنه هاي فترة هي كلها بتخلي الواحد يظهر كل العيوب أو كل السلبيات لأنه هو مضغوط والقمر موجود في مكان سيء جدا بكثر من الوساوس والقلق أما بالنسبة للبيت السادس فهو أنا بقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية مهما كان عندك الضغط هذا يعني ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وبدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكة يعني شوية الأمور ممكن يكون فيها إيجابية شوية بالتواصل مع الشريك أو التفاعل مع الشريك ممكن الشريك شوية يدعمك في مسائل معينة أو يساعدك في بعض المسائل وممكن يحمل عنك شوي من هالضغط أو الهم الكبير هذا اللي موجود على كتافك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو على مستوى الأموال المشتركة أو المال اللي ما بعود لك اليوم ممكن يكون نشاط على مستوى هاي الأمور أو الرغبة في تحصيل بعض الأموال أو الديون أو ممكن تبحث عن إشي انتفاقده خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع يعني البيت التاسع بعطيك نوع من أنواع الحدية برضو في عملية التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يصلك خبر شوي أنه يكون يعصبك أو أنه يزعجك أمر يا بيجيك من الخارج يا بيجيك من لجنة أو جهة قانونية حاول قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان اليوم أو دراسة خصوصا الدراسة المنزلية إنك تركز بشكل جيد وإذا عندك امتحان ما تعتمد على الحظ بدك تكون مستعد أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف البيت العاشر يعني جمالا بتحافظ على سمعتك يعني محافظة السمعة موجودة بتقدر تحافظ على حالك برضو بتقدر تحمي حالك وتنجز أعمال بمساعدة أصدقاء أو زملاء أو حتى رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم تجري بعض الاتصالات مع أشخاص معينين إما للتشاور معاهم أو للإطمئنان عليهم أو لطلب النصح منهم في مسائل معينة يعني عندك اتصالات كثيفة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر